لا يمكن أن نقول أنها جنبت على اعتبار أن السياسة الإيرانية هي سياسة ثابتة هي تسير بخطوط متوازية مع التواغل التركي داخل عراق الكل يعرف بأن هناك اتفاق تركي إيراني من عراق ونظام سياسي وبدء هشوى ضعيف وبالتالي هناك جهات ومنظمات في نظر تركيا وفي نظر إيران هي ترعى الأرهاب داخل إيران وداخل تركيا وبالتالي أعتقد أن السياسة الإيرانية من الصعب تغييرها ولكن نعتقد أن سيد محمد الشعاع السوداني سوف يوصل رسالة إلى إيران عليهم أن يتمهلوا وأنه سوف يكون قادر على معالج جميع الأزمات الكل يعرف بأن هناك علاقات اقتصادية وعلاقات تجارية وعلاقات أمنية سواء كانت على مستوى العراق وإيران وأيضا مع الدول الأخرى وبالتالي أعتقد أن سيد محمد الشعاع السوداني سوف يسعى إلى إيصار رسالة معينة بأن عليكم أن تتمهلوا أيضا أعتقد أن هناك قوة حزاب سياسية لديها علاقات طيبة مع إيران ومع الولاية الأمريكية أيضا سوف تعمل على دعم السوداني على اعتبار أن فشل حكومة الشعاع السوداني فيما يتعلق بمنع أو في عملية عدم القدرة على حفظ العراق والسيادة العراقية من تلك الإدعاءات سوف أيضا يضعف القوة لحزاب السياسية والكل يعرف هناك تقرير من السيدة الجنين الأسخار بأن هذا النظام السياسي يجب أن يكون نظام قوي أن يكون قادر على حمال السيادة العراقية وأن يكون خادم الفسادة وبالتالي أعتقد أن الكل يسعى إلى كسب ثقة إيران في سبيل أن تتجنب إيران وأن تعدل عن قراره في شن غارة داخل العراق على اعتبار أن إيران إذا قامت بعملية برية داخل العراق أعتقد أن حكومة السيدة بحكومة الحكومة الميتة جيد طيب لماذا اليوم يقول لك مراقبون في هذا الموضوع بالذات أستاذ عزام عفوا بأن تركيا وإيران اليوم تعامل أو تطالب العراق أن يكون شرطي لحدودها لماذا لا تقوم تركيا وإيران اليوم بحماية حدودها إذن؟ يعني لماذا فقط مطلوب اليوم من العراق والحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان اليوم بمسك هذه الحدود وعلى الرغم من أن حماية الحدود ومسك الحدود هي عملية مشتركة أستاذ عزام؟ يعني مثلما أسلفت تركيا وإيران تنظر بمنظر الفوقية على العراق على اعتبار العراق هو يعتبر ضيعة الشمال منه هو جزء من المتلاكات تركيا والجنوب هو جزء من المتلاكات إيران نعتقد هناك اتفاق دولي وأقليمي بأن تركيا وإيران يجب أن تكون في خندق سياسي واحد بمواجهة الاتحاد الأوروبي بمواجهة الولايات تحت الأمريكية ونعتقد أن إيران وتركيا تنظر على العراق أنه جزء من المملكة التركية وهو جزء من المملكة إيرانية وبالتالي أعتقد هي تتعامل بالفوقية هي لا تنظر على العراق أنه دولة كاملة وهو تنظر على العراق أنه شبه دولة وأن ما يجد في العراق هو ملك للنظام السياسي الإيراني وملك نظام السياسي التركي على اعتبار أن النظام الحاكم في العراق هو نظام القوة وأن الدولة التي تمتلك قرار أمني وتمتلك قرار اقتصادي هي من تعمل على فرض سيطرة على باقي الدول الكل يعرف بأن العالم يشهد حالة من البوضة وأن الدول القوية تحاول أن تمدد نفوذها الاقتصادي والأمني والعسكري على الدول المجاورة لها أنا أعتقد أن تلك الدول تعمل على تصدير مشاكلها إلى داخل العراق وبالتالي أعتقد أيضا وجود عراق قوي ومتمكن اقتصادين وأمنين لا يشكل حالة من الخطر ويشكل بلد مشاكس لإيران وتركيا الكلية بأن لدى العراق وتركيا ذاكرة سيئة فيما يتعلق بموضوع الدولة العثمانية ولدى إيران إيران أيضا ذاكرة سيئة مع الحرب الثماني سنوات وبالتالي أعتقد تلك الدول تجعل العراق دائما بلد ضعيف غير قادرة على الحماية والسيادة العراقية بلد ممكن أن يكون جزء من القرار الإيراني والأمريكي والتركي ونعتقد أن ضعف العراق هو منعطى مبرر ومسوق لإيران والتركيا بأن تتحكم بطبيعة الملف الأمني والسياسي والاقتصاد في ظل اليوم فقدان كما تتحدث فقدان القرار الوطني المستقل أو استقلالية القرار الوطني في العراق أستاذ عزام كيف يمكن اليوم لهذه الحكومة أن تسير وتفي بوعودها في كل ما طرحته في منهجها الوزاري بالفعل يعني أعتقد هناك خياران أمام السيد محمد الشاعر السوداني الخيار الأول هو مرتبط لماذا قدرة حكومة السيد السوداني أن تكون قريبة من الشعب وأن تكون قريبة من قرار الجمع على اعتبار أن من يحمل وطن هو الشارع ومن يحمل حكومة هو الشارع أنا أعتقد أن محمد الشاعر السوداني استطاع أن يقوم بحركة إصلاحية قادرة على معالجة الفساد السياسي والمالي وستطاع أن يبحث برسالة طمنا للشعب العراقي وتحسين مستوى الدخل وعملية بناء نهضة صناعية واقتصادية أنا أعتقد سوف يكسب ثقة الشارع وبالتالي سوف يعطيه مزيد من القوة في أن يتعامل بالملف العراقي على أساس القرار الوطني أيضا الموضوع الآخر يتعلق بمدى قدرة سيد محمد الشاعر السوداني أن يكون قريب من القوة والأحزاب السياسية وأن يعمل على إيصال رسالة إلى تلك القوة والأحزاب السياسية بأن عدم دعمكم لي في الحفاظ على السيادة العراقية سيجعل العراق أشبه بضيعة وأشبه بمستنقع لحرب أهلية ولصراع أقليمي دولي على العراق على اعتبار أن مثلا ما سوف هناك صراعات وأن تلك الصراعات سوف تنفذ حساباتها داخل العراق والتالي أعتقد أن تلك الخيرانية بيد محمد الشاعر السوداني ونعتقد أن سيد محمد الشاعر السوداني في وضع لا يحسد عليه وهو في وضع حرد على اعتبار أن ملف العراقي ملف معقد وأن كل حكومات المتعاقبة لم تكن قادرة على مدارة الملف الأمني والاقتصادي والسياسي العراقي